في فصل الصيف، لماذا نلاحظ ارتفاع عدد سؤال، لماذا تزد حالات هذه النوضة؟ إذن الإنسان يشربوا واحدة كمية ديال الماء هذه كمية ديال الماء، الجسم لا يستعملها غير في البول يستعملها في أشياء أخرى من التعرق والصف يتعرق الإنسان كثيراً وفي التنفس الإنسان يفقدوا كمية ديال الماء يعني الجسم يخرج الماء في البول يخرج غير الفائض يعني إذا شربنا واحدة كمية وخرجتنا كمية كبيرة من الجسم بالتعرق والتنفس يبقى واحدة كمية قليلة التي تكون فائدة في الجسم هي التي تخرج في تصفيات الكيلية يعني ذلك الكيلية البول يكون فيها كمية كبيرة للأملاح التي تخرج وكمية قليلة من الماء فكنا نعطيه فرصة أن الحجيرة الصغيرة يكبروا وتكون حصوات جديدة في المجارة ديال المستعليك البولية يعني كختلف الحجمة دكتور كيكون بزاف ديال الأحجام ديال كان بجاف الأحجام ديال كيلي وكان بزاف ديال الأنواع الأنواع لأن كي نسمع كالسيوم كي نسمع الأشياء كان الأنواع كالسيوم هو اللي معروف بزاف والأسيديوغيك حتى هو وكان أنواع أخرى اللي كتكون إما بأمراض ويراتية كي نسمع الكالكول ديال سيستين والماتات السيستين يكون خلال في الوظيفة ديال الدات وكان الأكسالة ديال كالسيوم هو الشائعة أكثر شائعة أكثر كان في الصيف كذلك قلة شرم الماء الجتيفاف كان نفقد الماء بطريقة أخرى غير التباول وكان تغيير النمط الغذائي الواحد كيكونش في الدار كي يكل في الزنقاء كي يكل هذا أغلبية ديال الأكل كتكون فيها نسبة ديال السكريات طالعة نسبة الأملح طالعة فلنسبة الأملح ونسبة السكريات كتزيد من فرصات تكون الضالف الكيلة